اشتركوا في القناة فانت لازم تؤمن بالانجيل ككل كما هو ويقرر الانجيل طبعاً اللي بين ايدينا بطريقة قاطعة ويقينية يعني بدون ادنى شك ان الوسيح يعني المسيح ولد من عذراء فاذا انكارنا للميلاد العذراوي هو انكار الانجيل المقدس شيء تاني احبائي اللي سجل الولادة المسيح البشير متى واحد من الرسل ولوقى الطبيب المؤهرخ اللي طبعاً اخذ واستمد كل معلوماته من بطرس ومن القديسة مريم العذراء ومكتوب كل شهادة لازم تكون على الاقل على فم شاهدين فاذا البعض بقول طب مرقص البشير مرقص لم يذكر شيء عن ميلاد المسيح من عذراء مرقص قرر ميلاد المسيح العذراوي كحقيقة ضمناً مع انه لم يسجلها لفظاً مثل متى ومثل انجيل لوقة بيبتدئ انجيل ويقول انجيل يسوع المسيح ابن الله هو ذكر في انجيل مرقص اصحاح ستة آية ثلاثة يعني الاستهتار والسخرية من يسوع بقول عنه اليس هذا النجار ابن مريم ليه ابن مريم لانه كان الشيء متعارف عليه ومريم العذراء كانت ما زالت على قيد الحياة فليت يكتب ومريم ما زالت موجودة ما التولوقة كتبوا عشان يقرروا هذه الحقيقة يحنى مثلاً يقدم عن ازلية المسيح ككلمة الله سألوا في انجيل يحنى اين هو ابوك قال يسوع لستم تعرفونني انا ولا ابي رسول يحنى بيتكلم والكلمة صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجده مجداً كلمات تقال تطلق على الله الذي يحل بحضوره في وسط شعبه بولوس طبعاً ما كانش مؤرخ لكن كان لهوتي قرر هذا السر العجيب حقيقة لهوتية مثلاً لما بيكتب لكلوس الإصحاح الأول والآية الأولى بقول نشكر الله وأبى ربنا يسوع المسيح كان يدرك من مجيء المسيح من السماء في آية 17 في نفس الإصحاح بول الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل ولما كتب لكنيسة كورنتوس في الإصحاح الخامس عشر رسالته الأولى بيتكلم عن المسيح بقول عنه الإنسان الثاني الرب من السماء الإنسان الثاني الرب من السماء مرات بسمي آدم الثاني أو آدم الأخير ترجمة نانسي قنقر